ليش الموتيرات بيجبه 100%؟ ليش كهرباء زحلة بيجبه 100%؟ ما هذا هو سواء؟ لانه اللي ما بيدفع بتقطع له الكهرباء وطالما كهرباء لبنان طالما وزارة الطاقة منع عم تقطع الكهرباء عن المناطق اللي منع عم تدفعها طالما رح يضل في هدر وكل الحكي عن القوى الأمنية والمؤاذرة ذر للرماد بالعيون وما رح تعطي نتيجة وزارة الطاقة مدمنة على هدر أموال المودعين على قطاع الكهرباء مدمنة على الموضوع وما بتعرف تجبيه وما بتعرف تبيع وما بتعرف تعمل شيء لا أنا برأيي أنه المشكلة الأساسية بهذا الموضوع هو من وزارة الطاقة أنا برأيي إذا بدنا نحل مشكلة الجيبهية لازم وزارة الطاقة تمضي عقد شركات توزيع مش مقدمية خدمات شركات توزيع طيب هلأ هيا المصاري زيادة عن العقد اللي كمفرد نحن ندفعه للشركة لبيعتنا الفيول وزير الطاقة عمل غلطة كتير كبيرة مضي العقد مع الشركة قبل ما يكون معه الاعتماد بجابته كميات انقبلت وانجابت واندفع حقا لذلك ما برأس في أي عزر بقى نفع غرامات عليهم أنا تقليل غرامات وقفت من وقتها يعني المبلغ اللي عم بيقولوا أنه 2 مليون دولار لا مش هلأ الخطة محطوطة بسي متعلقة شوي بشكل التعبدي التعافي في لبنان عنا 200 محطة عنا 250 محطة في علامة تعبديات يعني سواء كانوا من المخيمات مناطق السوريين بعض المناطق اللي فيها قوضة والحيبة الدولة ضعيفة هلأ الجيش والقوى الأمنية نظموا حالاً حيبلشوا بالمؤادرة للجبات ولا شال التعبديات من الأجدى أنه الوزير يزيد التسعير على الأمبير بس ما يحط هيدا الرسم اللي بدنا ندفعه كل شهر نجيبولنا كهرباء ولا ما جيبولنا كهرباء لأنه هيدا الرسم هي على الفئات الأخثر فقراً يعني حالتك عم تقول أنه كهرباء لبنان رفعت تعرفة الكهرباء قبل ما تعطي ساعات تغذية إضافية يعني عمرو عكس اللي وعدونا فيه رفعوا ساعات الكهرباء ومكنهم بعد عم بيعتوا تغذية يعني منوعد الناس أنه في راح تعليق تعريف عشو أخدوا 300 مليون دولار قال رأس ميل تشغيلي لا يبلشوا يعطونا هلأ ثلاث ساعات إذا هن معليين التسعيرات من قبلك مفترض من التعليقات التسعيرات والفوتير اللي جبيوها على آخر ثلاث شهور ولي ثلاث شهور اللي قطعوا مش إني عم يسعرون على الفتورة الجديدة من هيدول الفوتير بيشتروا الفيول اللي لازم يشتروا وين فاتوا أنه بنا 300 مليون دولار رأس ميل تشغيلي إذا هن أصلاً عم يسعروا على التسعيرات العالية طالما الوزارة مستمرة بهذا النهج أنه هي بدأت صادر صلاحية الهيئات كلية ساعتها ما رح نشوف مصاري من البنك الدولي طيب شو قصة لهيئة النازمة وليش كان بدوا يعدل الوزير قانون تشكيل هايئة النازمة من خلال تحديد صلاحية أعطاء يعني هلأ وقت تعديه إنه خليها تمشي على غاربها عم بيتحجى عم بيخترع حجاج مثل هالبلد منو ماشي عم بيخترع حجاج طائفية تتضل الطاقة تحت وزارة الطاقة من أجل مصالح شخصية أنا برأيي هو اليوم صاطي على صلاحية هايئة النازمة صاطي على صلاحية مجلس الإدارة مش هايك لا بدوا يحط هايئة النازمة ولا بدوا يحط مجلس إدارة وكل مرة بقولوا لوا حط بدوا يصير يا أما يخترع هايئة النازمة صورية ما عندها ولا أي فعالية وإن شاء الله حقل صلاحيتها يا أما بيأخر فيها وبيخترع حجاج طائفية وأكتر شي بيمشي بها البلد الحجاج الطائفية